الهدنة بين الميليشيات وأمريكا انتهت بحسب صحيفة ذاناشونال التي ذكرت في تقرير لها أن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق أنهت الهدنة الذي كانت تهدف إلى منح الحكومة في العراق الوقت للتفاوض على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد ونقلت الصحيفة عن قيادين في ميليشيا النجباء أن كل الخيارات متاحة لاستهداف كافة القواعد الأمريكية داخل العراق بعد التسويف والمماطلة من الجانب الأمريكي خلال المحادثات مع حكومة السودان بشأن انسحاب القوات مسؤول كبير في الجيش حذر من إعلانات أو تهديدات الميليشيات المسلحة بنهاء الهدنة لكنه قلل من تأثير ذلك وقال إن هذا لا يعني بالضرورة زيادة الهجمات ضد المصالح الأمريكية واعتبر الإعلان مجرد وسيلة للضغط على الولايات المتحدة أمام العالم تقارير صحفية أكدت أيضا أن موقف الأحزاب والميليشيات في العراق من قرار حكومة السوداني إرجاء الإعلان عن إنهاء مهمة التحالف الدولي تميز بهدوء غير متوقع لا يتناسب مع ما تظهره تلك الميليشيات والقوات من موقف متشدد من بقاء القوات الأمريكية ولسيما أنها ترفع شعار المقاومة ضدها متابعون للشأن العراقي رأوا عدم إمكانية إقدام حكومة السوداني على اتخاذ ذلك القرار من دون توافق مسبق مع القوى النافذة وحتى مع إيران ذات الصلة الوثيقة بتلك القوى وذلك بالنظر إلى أن الحكومة بحد ذاتها هي أصلا حكومة الأحزاب المنضوية ضمن الإطار التنسيقي المقرب من إيران انتهاء الهدنة بين الميليشيات والقوات الأمريكية يضع الميليشيات أمام موقف محرج لاختبار شعارات المقاومة لذلك من الممكن أن تبحث عن ذرائع جديدة لتجنب الصدام مع القوات الأمريكية